فالمسيح هو واضع النموس هو رب النموس لا يتنجس بلمسة الأبرص بل يهرب البرص والوباء قدامه مع هذا أحبائي لم يرتد المسيح إلى فرائض العهد القديم جاء ليكمل يعطي بعد روحي تفسير روحي أهم حتى نفهم الغرض من الشريعة في العهد القديم لذلك أمر المسيح الأبرص اللي شفيا قال له اذهب وأري نفسك للكاهن طبعا لازم يروح لأورشاليم لكي يحكم الكاهن بشفاءه طبعا المقصود لكي يقدم ذبيحة فيصير طاهرا حتى يحق له العودة إلى منزله ويحق له للاشتراك في العبادة مع بقية العابدين في هيكل أورشاليم مع أن هذا طبعا ابتدأ يعني بمرقص مكتوب أن هذا المريض ابتدأ يخبر كل الناس وأكيد هو رايح لأورشاليم كان بيخبر كل الناس عما فعله يسوع في مرقص لصاح الأول لكن لازم يروح لأورشاليم لازم يتحمل تكليف وعناء السفر ومدة الإعلان لشفاءه حبائي إعلان تطهير الأبرس فيه طقوس وفرائد وأيام وغسلات وأمور اللي تحتاج إلى توقيت يعني طويل حتى بالنهاية أن الكاهن يعلن ويحكم براءته أو بطهارته أيضا فإذن ليش هذا مهم جدا لأنه بعد شفاءه هذا الأبرس يستحيل أنه يمشي بين الناس أو حتى يتعامل معهم لأنه عارفين أنه أصلا أبرس إلا بعد أن يمنح الكاهن شهادة موثقة أنه صار طاهر ولكن من ناحية تانية يستحيل على الكاهن أنه يعطيه الشهادة إذا لم يأتي الأبرس ويقدم الذبيحة اللي هي ذبيحة تطهير الأبرس فالأمر مشترك فلا يستطيع أن يتحرك اجتماعيا أو دينيا إلا أن يرى الكاهن ويحكم بطهارته ولا يستطيع أن يحكم الكاهن ببراءته إلا إذا جاء ليقدم الذبيحة المطلوبة بحسب لويين 13 و14 لتطهيره من هذا المرض النجس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر